اهلا بحضراتكم من جديد حزمة جديدة من الاجراءات اجراءات الحماية الاجتماعية تنفذ الشهر المقبل زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وانه ده بناء على تكلفات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للتخفيف عن المواطنين ومراعطا للظروف الحالية يعني ابرز هذه الاجراءات نتحدث الى ضيفنا دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصادية مساء الخير على حضرتك دكتور مساء الخير على حضرتك والسانة المشاهدين نحن نتكلم على تقريبا تسع اجراءات حماية اجتماعية جديدة لو عايزين نروح مع حضرتك كده في قراءة لأبرز هذه الاجراءات هو طبعا مجموعة من الاجراءات الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية دائما بتحرص على اتخاذ مثل هذه الاجراءات منذ بداية ازمة كورونا ومنذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية وتدعيتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري الدولة المصرية حرصت على اتخاذ مجموعة من اجراءات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية ومساندتهم في مواجهة الارتفاعات في الأسعار داخل الأسواق طبعا هذه الإجراءات بتتمثل في رفع في قيمة المعاشات رفع في قيمة الحد الأدمى للأجور وأيضا رفع في حد الإعفاء الضريبي على الداخل كل هذه الإجراءات طبعا أنا باعتبرها هي إجراءات حماية مباشرة ولكن في نفس المصار الدولة بتعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى وهي إجراءات بتمثل حماية اجتماعية أيضا ولكن بصورة غير مباشرة ويمكن ده بنجده في دعم قطاعات صناعية ودعم قطاعات إنتاجية هل تقصد هنا أن الإجراءات المباشرة إحنا بنحس بيها كمواطنين لكن الغير مباشرة ما بنحسش بالدعم في الحتة دي ما بنفهمش أنه ده الدعم مباشرة أن هي الدولة هنا بتتحمل نفقات معينة أو أعباء مادية معينة في مقابل التخفيف عن المواطنين أما الغير مباشرة هو اللي أنا بقصد بها أن الدولة بتنتهج مجموعة من السياسات والإجراءات اللي هدفها على سبيل المثال توطين الصناعة المحلية وتكوين منتج محلي داخل الأسواق ده من شأنه يعتبر حماية اجتماعية لإلى أن أنا بوفر لي المجتمع منتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة فده من شأنه نوع من أنواع الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية أيضا بتتمثل في المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة دي من شأنها توفير فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر نفس الشيء من شأنها توفير فرص عمل ومصدر داخل للأفراد والأسر طيب إحنا كنا كمان بنتكلم في هذه الإجراءات عن المصانع المتعسرة أعتقد أنه في حاجة لها علاقة بالمصانع المتعسرة في هذه الإجراءات هو طبعا الدولة بتحرص على إعادة التشغيل والعمل والإنتاج داخل هذه المصانع ويمكن هيكون فيه مراجعة لأسباب التعصر سواء تعصر خاص بالنواحي المالية أو النواحي الفنية وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللي من شأنها أن تعيد هذا المصنع وعجلة التشغيل والإنتاج بداخله لأنه بيعتبر إضافة للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي من ناحية وأيضا بيوفر فرص عمل من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعملين وأسرهم استمرار الأسعار بتاعة الكهرباء لحد يونيو اللي جاي بنفس الأسعار دي نقطة مهمة جدا ونقطة من شأنها تخفيف الأعباء على المصانع والمنتجين ويمكن بنجد أيضا فيه قرار بيتعلق بالإعفاء للضريبة العقارية للمصانع كل هذه الإعفاءات لمدة خمس سنين تقريبا لمدة خمس سنوات كل هذه الإعفاءات نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا لأنها من شأنها تخفيف الأعباء على الملاك المصانع والمساهمين فيها من ناحية ومن ناحية أيضا أخرى بنجد أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمات الأخيرة وهي بتحرص على تقديم الدعم والحوافز لكافة القطاعات الاقتصادية ودي نقطة مهمة جدا بنرجع بها لكلمة رئيسة صندوق النقد الدولي عندما أشرت إلى أن تعافي اقتصادات دول العالم بتتوقف على حجم الحزم الدعم والمساندة التي قدمتها كل دولة لقطاعاتها الاقتصادية المختلفة وبالتالي هنا الدولة بتخلق حالة من الاستمرار في العمل والإنتاج داخل مختلف القطاعات الاقتصادية نقطة أننا بعف المصانع وبعف العاملين من الدرائب أو بعف المصانع من الدريبة العقرية واستمرار الدعم للطاقة دي نقطة مهمة جدا لأننا من هنا بضمن استمرار الحفاظ على العمالة استمرار الحفاظ على العمالة ويمكن النقطة دي أشار إليها السيد الرئيس في نهاية فعليات المؤتمر الاقتصادي بأن القطاع الخاص بيطلب تسريح العمالة الزائدة أو لكنه بيرفض ذلك وبالتالي هنا بنتحدث عن الحماية الاجتماعية الغير مباشرة الدولة بتحرص على بقاء هؤلاء العاملين بتحرص على تخفيف الأعباء عن ملاك المصانع أو أصحاب المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بهدف الحفاظ على العمالة داخل هذه المصانع طيب الحد الأدنى للأجور واللي تقريبا في 2014 كان 1200 جنيه النهاردة نحن بنتكلم على 23 نتكلم على إنه الحد الأدنى 3000 جنيه معدل الزيادة في هذا الوقت يعني نكلم في تقريبا 8 سنين صحيح طبعا معدل زيادة بيتماشى مع قدرات الدولة الاقتصادية من ناحية وأيضا بيتماشى مع حرصها ومتابعتها المستمرة للتغيرات داخل الأسواق الداخلية واللي بطبيعتها بتؤثر على مستوى دخل الأفراد والأسر المصرية وبالتالي هو قرار مهم بيمثل أيضا نوع من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية ومساندة الدولة في الارتفاعات الغير مباشرة في الأسعار لأن نحن نعلم جميعا أن ارتفاعات الأسعار داخل الأسواق هي نتيجة تعطل في سلاسل الإمداد والتوريد وهو تضخم مستورد وليس تضخم داخلي يمكن دكتور مصطفى مدبولي تحدث النهار ده عن مسألة الأسعار أعتقد أنه في رقابة صارمة على الأسواق وأنه يكون ما فيش ارتفاعات مجددة للأسعار لأنه التجار أصلا كانوا بيتعاملوا في السوق السوداء على الدولار على أنه 23 فالمفروض أنه مع تحليل سعر الصرف ما يكونش فيه أي زيادات جديدة على الأسعار هو الدولة المصرية بتبزي الجهود كبيرة جدا في متابعة ومراكبة الأسواق ولكن دائما في إدارة الأزمات الأمر لا يقتصر فقط على جهود الدولة المواطن ليه دور كبير جدا في مساندة الدولة ومساعدتها في اتخاذ الإجراءات والعقوبات على من يتسبب في ارتفاعات غير مبررة في الأسعار خلينا نشير إلى أن المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية لها أيضا دور في التوعية للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الزيادات ورفضها وعدم الاستجابة لها وسرعة الإبلاغ عنها كل هذه الأمور من شأنها تحقيق الاستقرار داخل الأسواق لأن كبول الزيادة لشخص واحد سترتب عليها استمرار هذه الزيادة على باقي أفراد المجتمع طيب عايزة روح مع حضرتك لاقتصاد الأسرة المصرية ويمكن هنا نروح لفقه الأولويات دلوقتي أعتقد أن كل أسرة مصرية لازم يكون عندها هذا الفقه وحصن إدارة ما هو متاح صحيح إزاي رتب أولوياتي؟ يعني المفروض دلوقتي أنا أعمل إيه؟ يعني دايما إدارة النفقات الأسرة أو موارد الأسرة يعني أنا بعتبر أن اقتصاد الأسرة زي اقتصاد الدولة زي اقتصاد أي شركة أو مشروع في مجموعة من الموارد اللي هي بتمثل موارد الداخل وفي مجموعة من أوجه الإنفاق اللي بتتماشى مفروض مع الموارد المتاحة وبالتالي بيكون الإنفاق على الضروريات بنتخلى عن بعض السلع الطرفيهية والغير الضرورية أعتقد أن الناس كلها بتنتهج أنها جدا دلوقتي في نقطة مهمة نشير إليها وهي الاعتماد على السلع المحلية والابتعاد عن السلع المستوردة لأن دي نقطة بداية هتوفر بنسبة كبيرة جدا للأسر المصرية ومن نقطة تانية أنها بدعم الصناعة المحلية وبساهم في تطوير هذه الصناعة والدولة بتسعى لتحقيق ذلك وبالتالي بوفر فرص عمل وبساهم في نمو الاقتصاد وبالتالي أنا هنا حققت هدف شخصي أو هدف على مستوى الأسرة وأيضا على مستوى الدولة والمجتمع طيب لو حد يعني داخل بيشتق بيت بيجوز مفروض دلوقتي يروحوا للكاش ولا للتأسيط هنا البعد الاقتصادي لده والده عليك كفرض على الدولة طبعا دي برضو بتدخل في حسب الكدرات المادية في الوقت الحالي لكل شخصي في بعض الأفراد بيفضلوا الكاش وعدم الدخول في التزامات يعني لو فترة مثلا ستة أشهر أو سنة أو حسب مدة التأسيط بس دايما الناس بيبقى لو أنا معي الفلوس لو أنا معي الفلوس طب أقصد يعني هل هنا يكون مفيد لي أن أنا أقصد الأفضل في الفترة الحالية هو التأسيط الأفضل هو النظام التأسيط لأنني أحاول أن أنا يعني بحرص على توفير السيولة الأقصى درجة ممكنة من ناحية إذا كانت هذه السيولة ممكن استثمرها في أوعية إدخارية طرحت من البنوك المصرية بالتالي بقدر أولد من خلالها دخل شهري بسدد من خلاله قيمة الأقصاط وبالتالي حفظت على رأس المال واستخدمت الفائدة منه في سداد التزامات شهرية أو أقصاط شهرية لو نحن نتكلم عن مسألة الاستثمار وتوطين الصناعات ويمكن النهاردة شفنا حديث السيد الرئيس عن التحديات والفرص اللي ممكن تكون موجودة في هذا المجال التحدي الصناعات وهذا الملتقى في يومه الأول حيك شايف إزاي التحديات والفرص في هذا القطاع من رحم الأزمات طولد الفرص في وقت بيشهد فيه العالم توقف في سلاسل التوريد والإمداد وكل دولة بتبحث عن سلاسل توريد وإمداد بديلة الدولة المصرية بتتجه إلى إيجاد وتوفير سلاسل توريد وإمداد محلية بتتجه إلى إدخال الصناعة المحلية وتطوير الصناعة المحلية ودعم المستثمرين فيها سواء المحليين أو الأجانب دي نقطة مهمة جدا في وقت العالم كله بيعاني فيه إلا أن الدولة المصرية بتنتهج استراتيجية مختلفة تماما وهي توطين الصناعة المحلية دعم القطاعات الإمتاجية تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة ببدء العمل والتشغيل والإمتاج دي ما شوفنا النهاردة موضوع الرخصة الذهبية صحيح دي طبعا خطوات مهمة جدا من شأنها توفير سلع تقليل الاعتماد على الواردات تقليل العبء على النجد الأجنبي اللي كنت بحتاجه فيه استراد السلع والمواد الخام وهي نقطة مهمة بتعيد الدولة المصرية لتاريخها في الصناعة الدولة المصرية على مدار عقود مضت كانت بتتمتع بمنتجات ذات جودة وذات نفسية والكل كان بيحرص عليها في مختلف الكطاعات أعتقد أن هذه المبادرة هي من شأنها تحقيق ذلك هي من شأنها تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الوزن النسبي لقطاع الصناعة والزراعة في ناتج المحلي الإجمالي وأيضاً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ما في الملتقى اليوم والمعرض هو أنه سيساهم بصورة كبيرة في تجميع أو توحيد المنتجين المتنافسين في ذات الكطاع لأن كل منتج بيكون لي خط إنتاج معين بيتمتع بميزة تنافسية وبالتالي بيختلف عن الآخر لكن أنا من خلال توحيد هؤلاء دي نقطة غاية في الأهمية دي نقطة مهمة جداً لأن المستثمر لما بينظر للدولة المصرية هو بيحرص على إيجاد أو وجود كيان موحد للصناعة وبالتالي هو بيدخل للعمل معه أو للتنافس معه ما فيش مشكلة في هذه اللحظة ولكن عندما يكون هناك تصارع داخلي في المنظومة الإنتاجية دي نقطة بتشتت المستثمر بعض الشيء النقطة طبعاً المهمة طبعاً من خلال الملتقى والمعرض اليوم أنه بيحقق استراتيجية الدولة نحو 100 مليار صدرات لأن أنا هوصل لـ 100 مليار صدرات من خلال الصناعة من خلال الصناعة وبالتالي الدولة المصرية كان نجاح كبير للدبلوماسية الاقتصادية المصرية في السنوات الأخيرة في إبرام العديد من الاتفاقات التعاون سواء على المستوى الصناعي أو السلاسي أو المتعدد الأطراف مع العديد من دول العالم وبالتالي هذه الخطوة أيضاً بتدعم تفعيل هذه الاتفاقيات من ناحية بتدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لأن السوق الإفريقية أيضاً هي سوق متعطشة وسوق وعدة وسوق تحتاج إلى منتجات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة صحيح نبدو شكراً حضرتك شكراً جزيلاً دكتور كريم عادي المدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية نحن نشكراً جزيلاً على وجودك معنا النهار دا شكراً لحضرتك نروح مع حضرتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد ونكمل فقرات التسعة خليكوا دايماً معنا